فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية احسن الله إليكم قال رحمه الله وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا هذا أمر مجمع عليه عن المنع منه عند علماء المذاهب المعتبرين المذاهب الأربعة ونقولهم موجودة والحمد لله نقولهم موجودة من كل مذهب فمن أراد أن يطلع على هذا فليطالع كتب العقايد الجامعة التي تجمع فيها أقوال أصحاب المذاهب الأربعة مثل منهاج السنة الشيخ الإسلام بن تيمية ومثل الصارم المنكي في الرد على السبكي لبن عبد الهادي ومثل كتب أئمة الدعوة أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مصباح الظلام وفي الرد على داود بن جرجيس وغيرهم ممن يدعون إلى تعظيم القبور والغلو فيها هم ردوا عليه ونقلوا من المذاهب الأربعة ما يدل على إجماع المذاهب الأربعة على تحريم هذا العمل وإنما يحصل من المتأخرين أو بعض المتأخرين الذين تأثروا بالخرافات وتأثروا بالدعايات وهؤلاء ليسوا بحجة على المذاهب فليس هذا هو مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد وإنما هذا مذهب بعض من ينتسب إلى تلك المذاهب فلا ينسب هذا إلى المذهب أو إلى الإمام نعم قال رحمه الله وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا قال المحقق أي لا يتأتى ولا يمكن لكثرة وطولة الآثار يعني عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من العلماء في النهي عن البناء على القبور والغلو فيها والصلاة عندها هذا فيه أحاديث وفيه آثار وفي القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يعني الأقوية لما تنازعوا في أصحاب الكهف بعد موتهم ماذا يصنعون بهم قال الذين غلبوا على أمرهم يعني أصحاب السلطة والقوة لنتخذن عليهم مسجدا فبنوا على قبورهم المسجد وكان هذا لا من العلماء وإنما هو ممن غلب أمرهم واستندوا إلى القوة السلطانية فقط لا إلى العلم نعم قوله غلبوا على من إشارة إلى أنها بالقوة ما هي بالعلم والدليل نعم ترجمة نانسي قنقر